السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام لو بتحب القضايا والإثارة والتشويق أغرب القضايا وأكثرها غموضا وإثارة يبقى لازم تدخل دلوقتي على بيتج أرشيف هتلاقي الرابط في أول كومنت تبدو الأمور مقنعة لما لا يعرف إلا القليل ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع ليلي وهي بتحاول تخمن أصوات الطيور من على تسجيل كمت دهولها أبوها هدية وبتسمع صوت برى البيت فبتقرر تطلع تشوف فيه إيه وبتاخد معاها أدوات تقدر تدافع بيها عن نفسها ولما بتطلع برى البيت بتلاقي سيلبيا أمها واللي بتطلب منها إنها تدخل للبيت بسرعة لكن ليلي بتستخبى وراء شجرة من غير ما أمها تاخد بالها وبتركب أمها العربية وبتمشي وبتقف بالعربية في غابة مهجورة وبنشوف إن ليلي استخبت في صندوق العربية وراحت معاها ولما بتحاول تقرب من أمها فيه إيد بتمنعها وبتطلع أمها مسدس وبتنهي حياتها وبتفضل ليلي تصرخ وتعيط على فقدان أمها وبتفوق ليلي من النوم وبنكتشف إن ده كان كابوس بيجي لها بعد وفاة أمها على طول وبيفكرها باللي حصل معاها وهي طفلة وبنشوف ليلي وهي بتعلم أحد طلابها المبرزة وبتقوله إنه تقدم جدا وبيتفقوا إنهم هيتقابلوا في الجولة اللي جاية وبتكلم ليلي الطبيبة النفسية بتاعتها اللي بتسألها عن أخبارها وإذا والدها ببيريس رجع كلمها تاني ولا لأ وبتجاوبها ليلي بإنها تتمنى إنه ما يكلمهاش وبتقول لها إنها بتحاول تبقى شخص كويس وما تتعصبش على طلابها وبتسألها الدكتورة لو الكوابيس لسه بتتكرر معاها وبتجاوبها بإنها مبسوطة بالكوابيس لإنها بتقدر تشوف أمها فيها وده أحسن من إنها ما تشوفهاش خالص ولما بييجي الليل بتروح لها صاحبتها ويلو وبيقضوا الليل سوا وهما بيشربوا وبيرقصوا وبيقرروا يتصوروا للذكرى ولكن لما بتيجي ليلي تصور ويلو بتلاقي إن فيه إيد غريبة على جسمها في الصورة ولكن لما بتبص عليها في الحقيقة مش بتلاقي أي حاجة والتاني يوم وليلي بتلعب مبارزة بتفتكر ذكرياتها مع والدتها وده بيأثر على لعبها وبتكونها تأذي طالبها وبتحاول ليلي تهدي نفسها فبتفتح جلسة استرخاء وبتعمل زي ما الفيديو بيقول وبيحاول أبوها يكلمها أكتر من مرة لكنها مش بترضى ترد في البداية لكنها بتستسلم وبترد في النهاية وبيقول لها إنه عد على وفاة أمها عشرين سنة وإنه قرر يتخلص من حاجاتها وبيقول لها كده علشان لو هي محتاجة منهم أي حاجة وبيطلب منها تروح تقعد معها أسبوع أجازة وتاني يوم بتجهز ليلي نفسها وشنطها علشان تروح لبيت والدها وبتاخد معاها مسدسها ولما بتوصل بتلاقي أبوها مستنيها وبيقول لها إنه طلع يستقبلها لأنه سمع صوت عربيتها لما وصلت وبيفتح لها الباب علشان تدخل حاجاتها جوه البيت وبتروح ليلي للغابة وهي معاها المسدس علشان تكتشف سر موت أمها لكنها مش بتلاقي أي حاجة غير جسد حيوان متحلل وبتسمع أصوات الطيور وبتبدأ تخمن أسمائهم زي ما كانت متعودة وهي طفلة وبالليل بيكلمها أبوها عن حياته بعد ما مشت وبيقول لها إنه انضم النادي جديد وإن أغلبه عواجيز لكنه مبسوط معاهم لأنهم بيكونوا عيلة بالنسبة لبعض وإنه بيحاول يسعدهم ويخليهم حاسين بالرضى طول الوقت فبتتريق عليه ليلي وبتقوله إنه ياريته كان عامل أمها كده لما كانت عايشة فبيندم أبوها إنه طلب منها تروح تقعد معاه وبالليل بتكلم ليلي صاحبتها ويلو وبتحكي لها على كل اللي حصل وبتقول لها إنه أبوها حاسس بالشافقة تجاهها وتجاه حياتها وتاني يوم بتروح ليلي تساعد أبوها في أمور الخيل وبتشكره على العشب تعمبارح وبيفكرها أبوها بذكرياتها مع الخيل وهي صغيرة وإزاي علمها تركب الخيل وتصنع حدوتهم بنفسها وبتقوله إنه دي من أسعد ذكريات طفولتها وبيروحوا علشان يهتموا بالحديقة بتاعتهم ويزبطوا شكلها ولكن ليلي عنيها بتيجي على نبتة معينة وبتفتكر لما أمها كانت بتعمل لها منه تقل الشعر وبتلبسه لها فبتبتسم وبتروح مع أبوها بعد كده علشان تشوف الحاجات اللي هتحتاجها من أغراض أمها لكنها بتلاقي إن أبوها هيتخلص من حاجات عيلته هو كمان مش من حاجات أمها بس ولما بتسأله عن السبب اللي عاوز يتخلص من أغراض أمها علشانه بيقول لها إنه صعب عليه افتكرها طول يومه لأنه على طول شايف أغراضها وإن ده بيئزي نفسيته ولما بييجي الليل بتشغل ليلي فيديو للإسترخاء وبتحاول تهدي نفسها زي ما هي متعودة لكنها بتشوف نور غريب جاي من بر قدتها فبتقرر تطلع تشوف مصدر النور ولما بتطلع بتلاقي تلفزيون قديم وشغل عليه فيديو للغابة اللي ماتت فيها أمها فبتقرب منه لكنها أول ما بتعلي الصوت بيتقفل على طول وبتلاقي إيد غريبة بتحاول تمسكها وبتبصوا قدامها فبتلاقي إن في حد واقف في الظلمة وعني لونها أصفر وأول ما بتصوت بتلاقي أبوها بيئيد النور وبيروح يطمنها ولما بتحكي له اللي حصل بيقول لها إنها أكيد كانت ماشية وهي نيمة وإن دي تخيلات من عقلها البطن مش أكتر لكنها مش بتقتنع بكلامه وبتسيبه بتروح تتأكد لو لسه الشخص ده موجود لكنها مش بتلاقي أي حاجة وبتحكي لأبوها عن الحاجة اللي مسكتها ومن عيدها تروح لأمها في الغابة وهي طفلة وبيطلب منها أبوها ما تفكرش في أمها ولا الحاجات اللي حصلت معاها تاني لإنها خلاص ماتت وبيطلب منها تتكلم معا وتحكي له عن حياتها وبيقول لها إنها مهمة عنده لكنها بتكلمه بسخرية وبتقوله إن هي عمرها دلوقتي 25 سنة وإن عمره مفكر يتكلم معاها قبل كده وإن كل اللي كانوا بيعملوا إنهم بيهتموا بالحديقة والخيل مع بعضه بس وبتسأله عن سر تحوله واهتمامه بيها في الفترة دي فبيقول لها إن الوقت بيغير أي إنسان وبيحكي لها عن جدته اللي كانت إنسانة مش كويسة الفترة طويلة من عمرها لكنها رجعت لرشدها بعد ما شافت ناس كتير حواليها بيموتوا وبقت مضطرة تروح للقبور كل شوية وبيقول لها إنه مريض ومصاب بالسرطان وإنه هيبدأ علاق كيماوي كمان شهرين لكنه بيطمنها وبيقول لها إن فرصة نجاته 70% وبيقول لها إنه يتمنى لو يقدر يغير طفولتها وبتقول له ليلي إنها هتفضل معاه كم يوم كمان لحد ما تكتشف سر موت أمها لكنه بيقول لها بعصبية إن كل دي أوهم في دماغها وإنه مفيش سر علشان تكتشفه وإنه أمها هي اللي قررت الانتحار لإنها ما كانتش إنسانة كويسة لكنها بتدافع عن أمها وبتقوله إن عمره محبها علشان كده ما يعرفهاش كويس وبتوعده إنها هتقدر تكتشف السر قريب فبيقول لها إنها هي السبب في إنه يفقد مراته وإنه بيفقدها هي كمان دلوقتي فبتسيبه ليلي وبتمشي وبتقرر ليلي تروح للغابة من تاني وبتاخد معها مسدسها وكشاف ولما بتوصل بتلاقي حد بيتحرك حواليها فبتضرب عليه نار لكن المسدس بيعطل بعد 3 طلقات فبترمي الكشاف وبتحاول تصلح المسدس بسرعة لكنها بتلاقي إن في حد مسك الكشاف ووجه النور عليها فبتجري بسرعة وبتهرب وبتروح للبيت ولما بتوصل للبيت بتكتشف إنها تجرحت في إديها وبتفتكر ذكرياتها مع أمها وهي بتسألها لو شافت وحوش قبل كده لكن أمها توطرت من السؤال وقالت لها إن الوحوش قصص خيالية وبتفتكر إن أمها كلمت نفسها في مرة بعد ما نيمتها عن عيون صفرة ووحوش وألم دايم لكن ليلي بتكون لسه ما نمتش وبتسمع كل حاجة والتاني يوم بيشوفها أبوها وهي بتقرأ في الكتب اللي كانت بتحكي لها أمها من هالقصص وبتسأله عن ورقة مقطوعة في الكتاب فبيقول لها إن أمها قبل ما تموت بدأت تصدق حاجات غريبة عن وحوش وأشباح وبيديها صندوق فيه الورق اللي هي عايزاها وورق كمان أمها كتبته بإديها قبل ما تموت وبيقول لها إن الورق دا لازم يتحرق وبتطلب منه إنه يقرالها الورق وبيلاقي إنها كتبة إن الأشباح دي بتسبب ألم وخوف دايم ولكن فيه ترياء للألم دا وبتتصل عليها صاحبتها ويلو وبتوريها تصاميم البيت اللي هي عاوزة تعملها وبتطلب منها إنها تروح لها نيويورك وتسيب الماضي وتعيش حياتها ولكن ليلي بترفض وبتقول لها إنها مش هتقدر تعمل كده وإنها لازم تكتشف سر موت أمها وبتكلم الدكتورة بتاعتها وبتحكي لها عن الورق بتاع أمها وبتقول لها إنها كتبة إنها كانت عاوزة تجهد نفسها وهي حامل فيها وبتقول لها الدكتورة إن دي ممكن تكون مشاعر اكتئاب ودونتها وكانت هتحرقها لكن الوقت مساعدهاش وماتت قبلها لكن ليلي بتقول لها إنها حاسة إن في سبب تاني وإنها تحاول تعرفه وبتكون ليلي قاعدة وبتتفرج على ألبوم صور قديم لعيلتها وبتفتح موبايلها علشان تشوف صور صاحبتها علشان وحشتها لكنها بتتصدم لما بتلاقي صور صاحبتها وهي مخنوقة والصور تانية وهي ميتة وبتنزف وبتلاقي صور لنفسها وكأن حد بيرائبها ومصورها وبتقوم علشان تتأكد إن مفيش حد بيرائبها لكنها بتسمع صوت جاي من وراء باب موجود تحت السلم ولما بتفتح الباب بتلاقي التسجيل اللي كان مدهولها أبوها وهي صغيرة علشان تسمع عليه صوت الطيور وتتضرب على صوتهم ولما بتحاول تمسكه فيه إيد بتحاول تخنقها لكنها بتقدر تبعدها عنها ولما بتمسك الموبايل بتشوف صور لأبوها وهو نايم فقطه فبتقلق عليه وبتطلع تطمن عليه بسرعة ولما بيطلعوا هما الاتنين من الأوضة بتشوف عيون لونها أصفر في الضلمة من تاني وبتطلع تجيب حاجة أمها وبتقول لأبوها إنها دورت كتير ولقت إن الأشباح والوحوش ما بيقدروش يخترقوا الفلاز بمخالبهم علشان كده أمها كانت صنع درع علشان تقدر تحمي نفسها منهم وبتقوله إن ده هو الترياء للألم بتاع الأشباح وبتشرح له إن الشبح ده بيتغزى على خوفها بعد موت أمها وإنه احتمال إنه يكون بيتغزى على خوفه هو كمان وإنه يكون عاوز يقتله وإن الترياء هو الدرع علشان هو ما يقدرش يخترقه وبتبدأ ليلي تستعمل درع أمها فإنها تصنع درع جديد أقوى منه وبتتدرب أكتر على المبرزة وبيساعدها أبوها في تدربها وبيقول لها إن قوتها جاية من قلبها وإنها لازم تحس بالخصم علشان تقدر تتمكن منه وتقضي عليه وبيحكي لها عن أمها وبيقول لها إنه مسمحها على كل اللي عملته وإن الطبيعي إنها هتمل من حزن المتواصل وإنه ما حاولش يغير من نفسه علشان يرضيها وإنها كانت إنسانة كويسة وإنه ندمان على حاجات كتير ألهالها وبيقول لها إنها عملت كل ده وحربت الشبح علشان تشوفها سعيدة وبيطلب منها تسيب الماضي وتعيش حياتها لإنه خايف يخسرها هي كمان ولكن ليلي بتفضل مصر على رأيها وبتقول له إنها لازم تنتاقم لموت أمها وبتعتذر له عن كل اللي عملته معاه وبتقول له إنها بتحبه وبيقول لها إنه هو كمان بيحبها حتى لو اللي بين لها عكس ده وبيسيبها وبيمشي وبتتصل ليلي على ويلو مكالمة فيديو وبتعتذر لها عن طريقتها معاها آخر مرة فبتقول لها إنها مزعلانة وبتعتذر لها إنها طلبت منها تسيب قضية أمها وبتسألها لو في أي طريقة تقدر تساعدها بيها في إنها تكتشف سر موت أمها وبتسألها عن الشخص اللي وراها لو هو أبوها فبتقفل معاها ليلي بسرعة وبتفتح كاميرا الموبايل وبتفضل تكبر الصورة علشان تشوفه بوضوح وبتشوف رجل الشبح ولكن لما بتبص بره الكاميرا مش بتشوف أي حاجة وفجأة بتشوفه وراها فبتجيب سيفها بسرعة علشان تدافع عن نفسها لكنه بيختفي فبتقوله بصوت عالي وبتهدده إنها هتقتله وإنها مش هتسمح له يقتلها أو يقتل أبوها وبتجاهز ليلي نفسها وبتلبس الدرع علشان تروح تواجه الشبح وبساعدها أبوها في دو وبتقوله إنها عايزة تاخد المسدس معاها علشان لو السيف وقع منها لكنه بيرفض وبيقول لها إنه لو الشبح قدر ياخد المسدس هيخلص عليها لإن طلقات المسدس بتخترق الفلاز إنما السيف ما يقدرش يخترقه وبتركب ليلي على الخيل وبتتجه للغابة ولما بتوصل بتربط الخيل في شجرة وبتاخد السيف والدرع وبتمشي وفجأة بييد نور حواليها وبيتكلم الشبح وبيقول لها إنه مش هو اللي قاتل أمها وإنه حاول يوقفها من إنها تقتل نفسها وإنه كل اللي عمله إنه وراها اللي هيحصل لبنتها لو فضلت عايشة وهي اللي قررت تنهي حياتها وبيقول لها إن سيلبيا كانت وحش وفجأة بتشوف الوحش قدامها وهو متجسد في صورة أمها وبيطلب منها ترجع للبيت بسرعة زي ما طلبت منها أمها وهي طفلة لكن ليلي بتحاول تقتله بالسيف لكن السيف مش بيأثر فيه وبيحاول الشبح يقنعها إنه أمها وبيقول لها لو عايزة تشوف أمها وهي بصورة كويسة تنام وهي هتشوفها في كاوبسها وبترجع للبيت وبتحكي الأبوها على اللي حصل وبتقوله إن السيف مش بيأثر فيه وإنهم لازم يتعايشوا معاه لإنه هيفضل موجود طول حياتهم وبيقول لها أبوها إن الترياء ممكن يكون في أغراضها هي مش أغراض أمها زي ما هم مفكرين وبيطلعوا يدوروا في حاجات ليلي وهي طفلة وبتلاقي طوء الشعر اللي كانت بتعمله لها أمها وبتفهم إن الترياء هو النبتة اللي أمها كانت بتعمل منها الطوء وبتنزل مع أبوها وبيقطفوا من النبتة دي واللي هي التوت السماوي علشان يستعملوها في صنع الترياء وبيروحوا علشان يحرقوا الورق بتاع سيلفيا اللي كان المفروض يتحرق زمان وبتسأل ليلي أبوها هيعملوا إيه لو طلع الشبح من العالم الآخر وبيخوفهم علشان يبعدهم عن عالمه وبتقوله إنها كل اللي محتاجة حد يصدقها ويساعدها حتى لو طلع كل ده وهم في النهاية وبتروح ليلي للغابة مرة تانية بعد ما لبست الدرع وحطت على السيف من الترياء اللي جهزوا من النبتة ولما بتوصل بيحاول الشبح يهجم عليها لكنها بتقدر تجرح إيده بالسيف وبيعرف إنها اكتشفت الترياء وبيقرر بيريس إنه يروح يساعد ليلي لكن وهو ماشي بيلاقي ويلو اللي بتقوله إنها حاولت تتصل على ليلي لكنها مش بترد فقررت تيجي تطمن عليها فبيحكي لها بيريس اللي بيحصل وبيروحوا هما الاتنين علشان يساعدوا ليلي ولما بيوصلوا بيشوفوا ليلي وهي بتحارب الشبح ولكن الشبح بيقدر يتمكن منها وبيكونها يقتلها فبيطلب بيريس من ويلو تروح تشغل موسيقى في مكان بعيد علشان يشتته انتباه الشبح وفعلا بيسيب الشبح ليلي وبيروح عند مكان الموسيقى وبيستغل بيريس الفرصة وبيروح علشان يساعد ليلي في جروحها وبتقوله ليلي إنها مش هتقدر تخلص عليه وتقتله فبيقول لها إنها بتحارب كويس زي ما كانت أمها بتعمل بالزب وإنه لو كان حد مع أمها يومها كان ممكن تفضل عايشة وبيطلب منها ما تخافش من الشبح زي ما هو عمل طول حياته وبيقول لها إنه فخور جدا بيها وباللي وصلت له وبيسيبها وبيروح علشان يشتت انتباه الشبح وهنا بتفتكر ليلي أمها وهي بتشجعها وبتقول لها إنها قوية وشجاعة وبتتمالك قوتها مرة تانية وبتروح لمكان الشبح اللي بيكون جرح بيريس في رقابته وكان هيقتله وبتطلب ليلي من ويلو تساعد أبوها في توقيف النزيف ولما بتقرب ليلي من الوحش علشان تقتله بيبدأ يقول لها كلام آسي جدا على أساس إنه أمها علشان يضعف قوتها لكنها بتكشف ألعيبه وبتقوله إنه أمها طول عمرها إنسانة كويسة وإنها عمرها ما كرهتها وبتقدر تتمكن منه وبتقتله بسفها وبتروح لأبوها وبتطلب منه يفضل معاها وما يسيبهاش وبتقوله إنها بتحبه وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم